نعم وبعضها لا بالنسبة للدول السابقة بالنسبة لقطر أعتقد أن الموضوع أبعد من ذلك نحن نتحدث عن 17 دولة استضافت كأس العلم من قبل 21 بطولة استضافتها 17 دولة دولتان كوريا واليابان استضافوا بطولة مشتركة 5 دول كل منها استضافت كأس العلم مرتين و10 دول استضافت كأس العلم مرة واحدة وقطر هي الدولة الثامنة عشر التي استضافتها في البطولة رقم 22 في العام القادم عندما قررت دولة قطر استضافة كأس العلم أعتقد كانت لها نظرة بعيدة متعددة الأوجه ومتعددة الجوانب أولا هي تضع لنفسها وتختط لنفسها ولمنطقتها مكانا في التاريخ الآن العالم يتحدث عن دول استضافة كأس العلم من قبل ما زالت حاضرة في الذاكرة الناس عرفت شيلي عرفت جنوب أفريقيا عرفت دول كثيرة من خلال استضافتها لكأس العلم وأيضا تعزيز المكان الجغرافي لها ولمنطقتها مرة أخرى لذلك قطر عندما تحدثت عن استضافة كأس العلم تحدثت عن كأس العلم لقطر ولكل العرب لأن هذه كأس العلم هي أول كأس عالم في منطقة الخليج في غرب آسيا في الوطن العربي في الشرق الأوسط وبالتالي هذه المنطقة تنفتح على كأس العالم لتكون الدوحة كما قال الزمناء هي عاصمة كرة القدم العالمية في العام القادم وعندما تكون كذلك كل أنظار العالم ستتركز عليها وستظل متركز عليها لأمد طويل لأن الموضوع في كأس العالم ليس شهر البطولة ليس الملاعب الثمانية ليس تنظيم 64 مباراة وينتهي الأمر هناك ما قبل وهناك ما بعد وطبعا النجاح في الحدث نفسه في تنظيمه في التحضير له هو الذي يعزز ما قبل وما بعد الموضوع متعدد ومتشاعب الاستثمار استثمار رياضي واستثمار عام كبير لنك تحدث عن بنية تحتية رياضية قوية من خلال الملاعب ملاعب المباريات ملاعب تدريب أماكن الإقامة الوسائط الإعلامية التي ستغطي شبكات الاتصال شبكات المواصلات هذه كلها متصلة مباشرة بالبطولة لكن أيضا هناك مرافق عامة تبقى للبلد تبقى ملت البلد استثمار طويل أجل في البنية التحتية العامة معروف دائما عندما تستطيف العبئة الومبية أو كأس عالم بأن دفتر الشروط يقتضي عليك بالمعنى الحرفي تقريبا إعادة بناء بلدك من جديد على أسس حديثة ومتطورة وهذا ما حدث في قطر لأن طبعا الفكر الذي خطط لاستضافة كأس العالم نذكر بالخير طبعا سمو الأمير والد وأيضا سمو أبي ربلاد المفدى عندما وضع هذا التوجه كان الهدف منه بناء قطر الحديثة على أحدث الأسليب العصرية والأنماط المتطورة ولذلك كأس العالم لن تكون مجرد ملاعب جميلة ستكون دولة عصرية بالكامل لكن هل استفادت جنوب أفريقيا روسيا من هذا الطبيب؟ روسيا على سبيل المثال تضاعفت الحركة السياحية إليها أضعاف متعددة تصل إلى عشرة أضعاف الدول اليابان وكوريا كان هناك طبعا تنظيم مكلف لكأس العالم لكن مع ذلك كان هناك أرباح كأس العالم عملية مربحة لأننا في زمن الكورونا لا ندري كيف تكون الأمور لكن هناك بعض الأمور لا تكون ذات أرباح مباشرة هناك بعض الأمور تكون ذات استثمار طويل الأمد وبالتالي أن تتحدث عن أنواع متعددة من الفوائد أن تتحدث أيضا عن المردود الذي سيأتي إليك بعدك أس العالم عن العلاقات التي ستنشأ عن الاستثمارات التي ستتحقق عن التوجه الذي سيتم إليك وإلى المنطقة التي أنت تنتمي إليها سيد علي أيضا كما ذكرنا أن هناك مكاسب كانت سريعة نعم كانت ضمن رؤية الدولة والحكومة أن رؤية 2030 نتحدث أنه يتم تحتوير البنية التحتية كأس العالم سرع بشكل كبير إنجاز ربما أكثر من 60% مما كانت تنشد الحكومة عبر 10 سنوات قد أكيد التقرير الجميل الذي شاهدناها خلال الثلاث دقائق الأولى هي اختصرت لنا الأرث الذي نتحدث عنه نتحدث عن لجة المشاريع والأرث هذا المطار الحديث الذي سيكون لا مردود سياحي على قطر على المنطقة شبكة الطرق الأنفاق الجسور البنية التحتية الحديثة جدا المرافق يعني ليست ملاعب فقط ولكن مرافق سيسفيد منها اللاعب والإداري والجمهور هذه كلها أرث سيبقى لقطر أرث اقتصادي أرث سياحي أرث صحي هذا الأرث هو المردود الأول أو الاستثمار الأول في وضع مثل هذه المليارات في استضافة كأس العالم وأعتقد أن قطر ستقفز قفزات أكبر ما بعد 2022 ما بعد كأس العالم لأن الأرضية عندك أصبحت مهيئة لكل الأحداث رياضية وغير رياضية بعد هذا الأرث الكبير محمد أفزاز هل تعتبر رياضة مهمة اليوم صناعة الرياضة مدرة للأموال أم أنه هذا مشروع طويل يحتاج إلى سنوات حتى تتحدث عن إيرادات وهذا مش غطأ يعني في حسابات الدول نعم تبحث عن صحة الإنسان وعن أن يكون يعني الشعب كله صحي ولديه لياقة ولكن في النهاية هناك أيضا أرباح مادية هل موضوع الرياضة أو صناعة الرياضة اليوم تحقق أرباح دعنا نطلق أول من حالة قطر واحتضانها لكأس العالم 2022 إن لم يكن من أرباح ومن عوائد لدولة قطر فهي البنية التحتية المتطورة التي ستخرج بها دولة قطر بعد العام 2022 وهو معيار أساسي للمستثمرين أي مستثمر الآن في العالم يرغب أن يدخل دولة معينة لكي يدخها أموال بمليارات الدولارات ينظر إلى شيء اثنين أساسيين المعيار الأول هو الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي وهذا مهم جدا وهذا متوفر في دولة قطر بشكل بعيد وكبير جدا وأيضا تطوير البنية التحتية والبنية التشريعية عندما يكون لك مطار ضخم تكون لك ميناء ضخم تكون لك شبكة طرقات وشبكة سكك حديدية متطورة جدا المستثمر الأجانب يتحفزون لدخ أموال كبيرة إذن هذا عن حالة دولة قطر إذا لم يكن أيضا من أرباح لدولة قطر فهي المشاهدة الكبيرة لموندير 2022 الأرقام تشير إلى أنه نهائي كأس العالم في روسيا مثلا أو في البرازيل تقريبا إذا لم تخلني الذاكرة مليار ونصف المليار مشاهد للتلفزيون لهذه المقابلة إذن نتحدث عن مليار ونصف المليار مشاهد لدولة قطر إذن سمعة دولة قطر سترتفع بشكل كبير جدا فقط باحتضان معام 2022 كأس العالم أما على مستوى الاقتصاد الرياضي العالمي هناك الكثير من المؤشرات لتشير إلى أن الرياضة وكرة القدم تحديدا لم تعود فقط الرياضة إنما تحولت إلى اقتصاد قائم الدات نتحدث مثلا عن أن الاقتصاد الرياضي في العالم يدر أو يولد نحو 1.2 تريليون دولار يكفي أن نشير مثلا إلى رقم أعمال شركة نايكي للملابس تقدر بنحو 39 مليار دولار نتحدث عن عائدات البد تلفزيوني في الدوريات الكبرى بمليارات الدولارات نتحدث عن عائدات أو الأموال التي يتم تدويرها في الانتقالات بين اللاعبين تقدر بنحو 7 إلى 8 مليار دولار داخل أوروبا إذن أموال طائلة تخرج من فلك كرة القدم وإذن الرياضة إذن هذا الاقتصاد تحول إلى اقتصاد خدمي راقي قد يوازي الاقتصاد السياحي وأيضا اقتصاد خدمات أخرى إذن نتحدث عن أرقام كبيرة جدا أصبح يديرها أو يدورها الاقتصاد الرياضي وكرة القدم على وجه التحديد ورياضات الأخرى نعم سيد عيمان هذا يعني أنه حسب الأرقام أنه يعني آخر تقرير لشركة سبورت فاليو تحدث في مايو 2020 تحدث عن حجم سوق الرياضة عالميا بنحو 756 مليار دولار سنويا وأشار التقرير أنه تلك القيمة مرتبطة بالصناعة الرياضية المباشرة وإذا أضيفت إليها الصناعات غير المباشرة قد تصل إلى حوالي 850 مليار دولار سنويا هذا يعني أنه الرياضة فعليا بالأرقام تعادل قطع صناعي الرياضة الصناعية أصبحت صناعة إندستري بمعنى الكلمة بزنس كبير يستخدم تعبير فوتبول كلاب لوصف الأندية الأوروبية على سبيل المثال الليفربول يسبق اسمه FCFC فوتبول كلاب هي في حقيقة الأمر فوتبول كومباني شركة لكرة القدم هذا واقع الحال أصبح الآن لأن هذه الأندية تدار بعقلية الشركات هذه الأندية تدار بعقلية أن تكون مؤسسة تجارية رابحة لما نتحدث عن صناعة الرياضة أو السبورت إندستري أن تتحدث عن جانب عديدة جدا على سبيل المثال شركات أدوات الرياضية والتنافس بينها مستعر من أجل فوز بكرة كأس العالم أو بملابس هذا المنتخب أو بملابس ذلك النادي أن تتحدث عن الصناعات الأخرى التي تخدم الرياضة إنشاء الملاعب الرياضية هذه صناعة مرتبطة بكرة القدم أو برياضة أن تتحدث عن الجانب الطبي الجانب الصحي الجانب الغذائي الجانب الخدماتي الجانب الأمني قل لي أي مهنة في العالم لم تعود ترتبط بالرياضة اليوم بشكل أو بآخر كما تفضلت هناك الارتباط المباشر هناك العمل المباشر في المجال الرياضي وهناك العمل الموازي والعمل الخدمي والعمل غير المباشر الذي يخدم الرياضة ويستثمر في المجال الرياضي هناك من يتحدث الأرقام دائما لا تكون دقيقة لأن هناك أرقام معلنة وأرقام خفية وأشياء كثيرة لكن يقال بأن تيرن أوفر أو دورة الأسماء الكرة القدم وحدها من 500 مليار إلى تريليون دولار سنويا وبالتالي لما قاله محمد عن 1.2 تريليون منطقي جدا لحجم الاستثمار الرياضي على مستوى العالم كم يكون الربح من ذلك من يكون الأكثر نجاحا في هذا المجال من غيره هنا يكون السباق هنا يكون تسابق في الاستثمار في العمل الرياضي التجاري العمل الرياضي الرقمي ليس في مجال فقط النتائج والمباريات والميداليات ولكن أيضا من ناحية الاستثمار والنجاح التجاري والمال سيد علي أيضا هذا يعني من خلال هذه الأرقام لابد من الاهتمام أكثر لو ربما أيضا في المستقبل بهذا القطاع والاستثمار فيه نعم اعتمد الاهتمام موجود نحن شايفين أنه عندنا مثلا سبيتار كمستشفى صحي يستغطم نجوم العالم من أكبر الدوريات العالمية الفنادق التي ستشتغل مع هذه الزخم الكبير من البطولات على المستوى الفردي والجماعي الملاعب الرياضية الشركات الأخرى البنية التحتية كل هذه مرتبطة بالاقتصاد فالرياضة أصبحت الآن تمشي بالتوازي مع الاقتصاد في أي بلد والاهتمام بالرياضة أعتقد هو اهتمام بالاقتصاد ونعاش للاقتصاد وهذا اللي حادث في قطر محمد اليوم الدولة تنفق أسبوعيا خمسمائة مليار دولار مليون عفوا دولار على مشاريع تأتي طبعا كما ذكرنا من رؤيتها الوطنية ألفين وثلاثين وإذا بصحح للأستاذ أيمن أنه لم يسبق حتى في تاريخ يعني البطولات أن أنفق الدولة هذا المبلغ بشكل أسبوع على مشاءاتها صحيح لكن كما اتفقنا أن هناك جزء مخصص للمشاريع الرياضية وهناك جزء للبنية التحتية العامة للبلد التي تخدم أحداث الرياضية الكبرى التي تصديف الدولة وأيضا تخدم عموم المجتمع نعم قطر تحولت إلى ورشة ورشة كاملة أي مكان تمشي في قطر تلاقي الورشة وكلها مرتبطة بهدف واحد التجهيز قبل عشرين واثنين وعشرين هذا سؤالي للسيد محمد أفزاز أنه انعكاس هذا الإنفاق الضخم على سمعة الدولة الاستثمارية هنا بالنسبة للمستثمرين من خارجها كيف ينظرون إلى هذا الإنفاق الضخم وانعكاسه أيضا على الصناعة المحلية هنا في الدولة لا يمكن أن تنفق دولة قطر بشكل اعتباطي نصف مليار دولار أسبوعيا ومبلغ يتروح ما بين 200 مليار دولار هناك أرقام تشير لأنه بناء على رؤية قطر 2030 هناك حجم الإنفاق يقدر بـ 400 مليار دولار لا يمكن إنفاق ميتة هذه الأموال إن لم يكن هناك عائد استثماري للحكومة والدولة وليس للقطاع الخاص على وجه التحديد لأن الاستثمارات الخاصة بالحكومة تحسب بمعايير غير الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص القطاع الخاص ينظر إلى الأرباح المستعجلة بينما القطاع الحكومي ينظر إلى استدامة إرت بنية تحتية وإرت رياضي في المستقبل نتحدث عن دولة قطر لا يمكن لها أن تنفق مثل هذه الأموال إن لم تكن لها ملاءة مليا قوي جدا وإن لم تكن تنظر في المستقبل إلى التوريث مثل هذه البنية التحتية ومثل هذه الملاعب للإنسان في المستقبل خلال العشرية المقبلة في العشرين سنة المقبلة ما يسمى باستدامة النمو على المدى البعيد لا يكفي أن تحقق معدلة نمو مرتفعة في حالة الرخاء 5% أو 6% كما يحصل في الصين وإنما أيضا أن تلتزم بتحقيق معدلة نمو بهذا الحدود في السنوات المقبلة حتى تستفيد الأجيال المقبلة من زخم لدخ الأموال التي تدخخ خلال هذه السنوات إذن الفلسفة التي تتحكم دولة قطر في الإنفاق هي استدامة النمو على المدى البعيد وليس فقط على مستوى عشر سنوات إلى عشرين سنة حتى يتحقق لهذا البلد الاستمرارية على مستوى الإنتاج وعلى استمرارها على مستوى التطلع نحو الرياضة العالمية دولة قطر أن أصبحت كما قلت ضمن الدول الأكثر استثمارة على مستوى العالمي يكفي أن نشير إلى أن صندوق السيادي لدولة قطر تقدر قيمة استثمارات بنحو 325 مليار دولار تؤتد كل القطاعات على المستوى العالمي بل والقارات الخامس من القطاع السياحي إلى القطاع الاقتصادي إلى القطاع الصناعي وأيضا إلى القطاع الرياضي من خلال تملك باريسان جيرما وأيضا إطلاق عدد من شركات على مستوى إنتاج الملابس الرياضية وعقود الرعاية على مستوى العالم سيد أيمن هذا النجاح سبق استثمار أكبر كان حتى في المنظومة الإعلامية كما ذكرنا بياني سبورت واحدة من هذه المحطات والشبكات الإعلامية ونجزم بينها الأقوى حتى اليوم على صعيد حصرياتها من ناحية البطولات أي نجاح رياضي يستدعي بالضرورة امتلاك مثل هذه المنظومة الرياضية؟ لابد إذا كنت تملك صناعة رياضية كبيرة لابد أن تملك أيضا وسائل إعلامية كبيرة لابد أن توجد صناعة إعلام مواكبة على هذا المستوى بياني سبورت نحن نتحدث عن واحدة من أكبر الشبكات التلفزيونية على مستوى العالم حاليا ليس فقط على المستوى العربي هي حصرياتها طبعا غالبا للنطقة العربية لكن أيضا لها فروع ممتدة في معظم أنحاء العالم وبالتالي لها أيضا حقوقها في تلك المناطق من أجل أن تغطي هذه الأحداث بالشكل المناسب من أجل أن يعيش المجتمع القطري والعربي على وقع وعلى إيقاع الأحداث الرياضية باستمرار لكي يكون مهيئا عندما نصل لكأس العالم عندما نصل للعب الأسيوية عندما نصل للعب الأولمبية لملاف الدوحة أيضا في المستقبل وكل هذه الاستثمارات هي استثمارات مباشرة من أجل كأس العالم وغير مباشرة من أجل تلك الأحداث القادمة فلابد أن يكون لديك هذه الوسيلة أو مجموعة الوسائل الإعلامية وأن يكون لديك هذه الأذرع الإعلامية القوية نتحدث طبعا الآن في زمن التلفزيون وفي زمن الدجتال وفي زمن عن بيين سبورت كواحدة من أسات الكبرى نتحدث عن قناة الكاسك أيضا كشبكة محلية ناجحة لابد من وجود هذا الاستثمار وهو أيضا بالمناسبة استثمار طويل الأمد ليس استثمارا ربحيا بصورة مباشرة ولكنه استثمار طويل الأجل أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهداء الكرام في نبض الاقتصاد نرحب ضيوفنا مرة أخرى السيد أيمن جادة الأعلامي الرياضي والسيد علي حسين رئيس القسم الرياضي في جريدة العرب والسيد محمد أفزاز المتخصص في الشؤون الاقتصادية والرياضية السيد علي حسين اليوم لم يقف الاستثمار في الإعلام على المستوى العربي والمستوى العالمي وإنما أيضا على المستوى المحلي اليوم هذه القنوات المتخصصة قنوات الكاس مثلا والتي تستثمر في النوادي الرياضية في الإعلام تسليط الضوء على منجزات النوادي والمنتخبات القطرية مطلوب أيضا الاهتمام بهذا النوع من الاستثمار الداخلي للنوادي القطرية وتخريج هذه الأجيال التي ترفع عسم قطرية أكيد مثل هذه القنوات باتت الآن استثمر فيها الملايين أو حتى المليارات لها أهداف اقتصادية و لها حتى أهداف إعلامية إعلانية عندما تكون قناة قطرية منتشر في كل الوطن العربية و في الشرق الأوسط أو حتى في العالم فهذا واحدة من الأهداف التي تم من خلالها إنشاء مثل هذه القنوات أنا عندما أسافر بريطانيا وأشوف كل الناس من جمعين في المقاهي و في الساحات من جمعين حول شاشة مكتوب عليها بين سبورت أو في أي دولة في الوطن العربي مع قناة الكاس أعتقد كقطري أشعب للفخر غير أن كل الناس عرفت من هي قطر فهذه تفتح لك أبواب كثيرة مثل ما قال السيد محمد للاستثمار للصحة للتعليم لأشياء كثيرة من خلال الإعلام فالإعلام كل هذا الجهد كل هذه الأموال تضخ ما رح يبينها ولا يبرزها ألا مثل هذه القنوات الإعلامية والأذراع الإعلامية التي تساعدك على الانتشار سيد محمد أفزاز سباير أو أكاديمية سباير و مرافقها هذا أيضا نستطيع أن نصنف ذكاء كبير بالنسبة للاستثمار في بناء رياضيين في تخريج رياضيين و كان لنا أمثلة حية واقعية في تخريج جيل استطاع أن يحقق مكاسب كبيرة كأساسية آخرها والعديد من الأسماء لا يسعنا ذكرها يعني تخرجوا من هذه الأكاديمية التي أنفقت عليها الدولة أيضا ملايين لكن أتت بنتائج مبهرة كانت كرياضيين يحملوا اسم قطر اليوم في المحافل الدولية في العالم كرة القدم ينظر إلى المواهب على اعتبارها موارد ناذرة جدا كل الأندية تتطلع إلى أن تحصل على خدمات ميسي و رونالد و غيرهم المواهب بمليارات الدولارات إذن وجود أكاديمية لتطوير وتنشئة المواهب هي رؤية ثاقبة للمستقبل ليس فقط لرفض وتطوير الأندية المحلية القطرية والمنتخب القطر وإنما أيضا لرفض كرة القدم العالمية بالمواهب الناذرة التي تقدر بملايين دولارات مثل هذه الاستمارات الاستمارات طويلة المدى يمكن أن ننفق ملايين دولارات الآن ولكن نحصل على عائد مالي في المستقبل عندما نتحدث عن مواهب على مستوى العالم صفقة واحدة لانتقال لاعب من نادي إلى نادي لا تقل الآن على المئة مليون دولار المئة مليون دولار إلى المئة وعشرين مليون دولار في المتوسط بل هناك عدد من السفقات التي انتقل خلال اللاعبون من نادي إلى نادي بأكثر من 200 مليار دولار إذن عندما يتم تنشئة وتكوين موهبة داخل أكاديمية أسباير على سبيل المثال فإن العوائد المالية والإنفاق سيكون أكبر بكثير جدا كما قلت ليس فقط لرفض كرة القدم القطرية والمحلية والمنتخب وإنما أيضا ربما انتقال عدد من اللاعبين الذين يتكونون ويتدربون داخل أكاديمية كرة القدم ليؤتتوا الدوريات الأوروبية طبعا أكاديمية قطر ربما أكاديمية أسباير أنشئت تقريبا في العام 2004-2005 لم يمر عليها أكثر من 6 إلى 7 سنوات ربما المتأمل خلال العشرية المقبلة أن يتم تخريج فئات من اللاعبين والرياضيين الذين سيؤتتون اقتصاد كرة القدم واختصاد الرياضي على المستوى العالمي بملايين دولارات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا بكم من جديد مشاهداء الكرام سيد أيمن قمت بتغطية العديد من البطولات الخاصة بكأس العالم وزرت الدول التي استضافت هذه البطولات برأيك ما هي الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن تتصاحب مع استضافة مونديان 2022؟ أنا عارف أنه أنت مش اقتصادي ولكن شفت أنشطة لربما لأول مرة وهناك تباوين من دولة إلى دولة أو ممكن توحد في الصورة بالنسبة للأنشطة الاقتصادية ولماذا اليوم أولا هل تشهد هذا الحراك موجود الآن في قطر الجهات المتخصصة بان قطر للتنمية مثلا وزارة التجارة والصناعة هل قدمت فرص لرواد الأعمال بالنسبة لمجال مهم جدا مونديان قطر وما يصحب من مشاريع وقتية أو حتى مستمرة لما بعد المونديان هذا سؤال متشاعب كما تفضلت أنا لست مقتص في الاقتصاد الرياضي أو حتى الاقتصاد بشكل عام لكن أنا أستطيع أن تحدث في الرياضة أكثر إنما من خلال المشاهدات ومن خلال المعايشات موضوع الفرص أو المشاريع سواء للقطاع خاص أو للأفراد أو الشركات الصغيرة أو الكبيرة أنا لست متأكدا بالضبط من هذا المشهد الاقتصادي لكن أنا ما أستطيع أن أقوله أن هناك فرص لابد أن تكون موجودة ومتوفرة نحن ما زلنا على بعد الآن نبعد تقريبا 22 شهر أو 21 شهر من كأس العالم قد يكون هناك ما زال بعض الوقت من أجل هذه الاستثمارات أو هذه المشاريع أو هذه الفرص الاستثمارية مبدئيا لمستثمر محلي لما تحدث عن كأس عالم أو تنظيم كأس عالم أكيد أن هناك قطاعات عديدة تستفيد من كأس العالم تتحدث عن قطاع المواصلات بأكمله سواء تحدث عن شركة طيران كناق الوطني أو تحدث عن المواصلات المحلية كأس العالم في قطر ستكون مختلفة عن كؤوس العالم السابقة لأن كأس العالم طبعا لو أردنا أن تحدث عن أوجه اختلاف أو أوجه تميز كأس العالم في قطر سيكون كثير منها الرياضي وأنت تريد الحديث الاقتصادي أنا سأحاول أن أركز الآن عن النقطة الاقتصادية اختلاف كأس العالم عن باقي بطولة كأس العالم أنها لم تكن أبدا أقرب إلى بعضها البعض مما هي عليه في قطر 2023 يعني على سبيل المثال في كأس العالم في أمريكا في كأس العالم في روسيا في كأس العالم حتى في جنوب أفريقيا في البرازيل كنا نحتاج إلى طيران يتراوح بين ساعتين وست ساعات برحلة في نفس اليوم تذهب وتعود لتغطي مباراة من مقر إقامتك عندما تحدث عن دولة قطر أبعد مسافة بين الملاعب في دولة قطر لن تزيد عن ساعة واحدة بالطرق البرية سواء المترو أو السيارات أو الحافلات إذن أن تحدث عن كأس العالم قريبة تحدث عن كأس العالم فيها فرصة حضور أكثر من مباراة للجمهور في نفس اليوم كما قلت قطاع المواصلات يستفيد قطاع الخدمات يستفيد قطاع الإقامة يستفيد قطاع الطعام والتغذية والكايترينج يستفيد قطاع الترفيه يستفيد القطاع الصحي أيضا له دور موجود الاتصالات الاتصالات مع الهاتفية والإنترنت وما إلى ذلك إذن هناك أوجه عديدة الهدايا والهدايا التذكارية والأشياء هذه كلها فرص موجودة أعتقد ومخبأة تحت أطراف هذه البطولة كيف تستثمر وكيف نصل إلى هذه النقاط هذا عمل اقتصادي مطلوب سيد علي تسليط الضوء بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية والله حسب خبرات يعني حسب مشاهدات ما حصل في كأس العالم التي نظمت في دول أخرى اليوم والله يشوف أن نطلع على هذه التجارب نعم هي أعتقد أن الفرص الاستثمارية بالعشرات موجودة منذ أن بدأت يعني وضع أول حجر للملاعب والشركات الغطرية الكبيرة والصغيرة لها أسهامات في الاستيراد وفي التصدير وفي الأمور هذه كلها كلها هذه تعتبر فرص استثمارية للشركات الغطرية وحتى إن شاء الله انطلقت صفرة البداية في كأس العالم من خلال مثل ما قال أستاذ أيمن موضوع الهدايا موضوع المطاع موضوع السياحة موضوع الفنادق موضوع الاستضافات هذه كلها فرص استثمارية التي سوف يفكر فيها ويستعد لها أكيد أنها سوف ينجح فيها وبشكل كبير لكن يبقي لها دراسة جدوى ويبقي لها واحد متمرس ويستفيد من الناس التي سبقوا في مثل هذه الأمور نعم لكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيد الحمد أفزاز نتحدث كنا عن الفرص الاستثمارية التي ممكن أن ترتبط وتصاحب تنظيم مونديال أي مونديال يعني اليوم نتحدث عن مونديال قطر هل ما زالت غائبة هذه الفرص عن المستثمرين ورواد الأعمال؟ كان هناك تقريف العام 2016 أشار إلى أنه قيمة سوق القطاع الرياضي في دولة قطر سيرتفع إلى 72 مليار ريال بحلو العام 2023 بدعم من كأس العالم وأيضا هناك أكثر من 83 فرصة استثمارية سيتم تدويرها من خلال مشروع استضافة كأس العالم 2020 لكن من ناحية اقتصادية هناك فرصة استثمارية قبلية قبل انعقاد كأس العالم وهذه بدأت من خلال تنفيذ المشاريع الكبرى لأن هذه المشاريع لم تقتصر فقط على الشركات الكبرى العالمي وإنهم أيضا إشراك القطاع الاقتصادي المحلي سواء على مستوى التوريد سواء على مستوى الإنتاج إذن هذه فرص استثمارية كانت قبلية وهناك فرص استثمارية ستكون خلال انعقاد دورة كأس العالم وهي فرص تتعلق مثلا بصناعة الهدايا صناعة الملابس وأيضا عدد من الخدمات الأخرى قطاع السياحي قطاع المطاعم وعدد من القطاع الخدم الأخرى سيتم تنشيطها خلال كأس العالم هناك أيضا مبادرة من جانب الدولة للقطاع الخاص لاستئجار العين العقارية الأمر لا يتعلق فقط بالفنادق وإنما أيضا لمن له عين عقارية يستطيع أن يضعها الآن على موقع الإلكتروني وأن يجعلها فرصة لكي تستضيف جماهير كأس العالم للعام 2022 وأيضا الفرص الإثمارية التي ستحصل عليها عدد من الشركات ما بعد كأس العالم لأن هذه المنشآت الرياضية تحتاج إلى إدارة بعدية إلى إدارة تتعلق بإدارة مثل هذه المنشآت في المستقبل حتى لا تتحول مثل هذه المنشآت الرياضية فقط إلى عروش كما حصل بالنسبة لعدد من التجارب في العالم لعل آخرها تجربة اليونان إذن هذه الملاعب تحتاج إلى أن تتحول إلى النبض المجتمعي في المستقبل وذلك الأمر يحتاج إلى شركات تدير مثل هذه المنشآت الرياضية سرعة الإنجاز سيد أيمن بالنسبة لملاعب مونديار قطر 2022 مقارنة بدول أخرى اليوم إحنا أقلب الملاعب أعتقد في تاريخ الفيفا هناك ثلاث دول فقط أسعدت الفيفا إذا جاءت استعبير بسرعة إنجازها بأنها كانت مصاحبة أو مواكبة أو حتى تسبق الجدول الموضوع من قبل الفيفا هذه الدول عندما أذكرها سنعرف في التأكيد أنها هي الدول المهرة لذلك اليابان وكوريا ألمانيا ولحسن الحظ وللفخر نستطيع أن نقول أن دول القطر معها لأن كل الأعمال المتعلقة بكأس العالم سيتم إنجازها بعضها أنجز بالفعل وباقي الأعمال كلها بما فيها الملاعب والطرق وقل ما إلى ذلك سيكون جاهز على الأقل سنة كاملة قبل كأس العالم لذلك نحن نعرف دائما كان هناك نظام أن تقام بطولة كأس القارات قبل سنة من كأس العالم من أجل تجربة الملاعب قطر الحقيقة استطاعت أن تؤثر على الفيفا بقرار رائع جدا هو بطولة كأس العرب لأول مرة ستكون بطولة كأس العرب معترف بها من الفيفا وبرعاية الفيفا وبديلة لكأس القارات وبمشاركة 16 دولة عربية بمشاركة جميع الدول العربية الـ 22 لكن ستكون هناك تصفيات من أجل أن تلعب 16 دولة عربية في النهاية في قطر لتجربة الملاعب الثمانية في شهر ديسمبر من 2021 يعني سنة كاملة قبل كأس العالم ستكون هناك كأس عالم عربية مصغرة قبل سنة من كأس العالم لتجربة كل البنية التحتية الخاصة بكأس العالم هذه سرعة قياسية أنا من خلال تجربتي في كثير من الدول وأكبر مثال 2014 البرازيل الدولة العظمى في مجال كورة القدم وأحد اقتصادات القوية في العالم دخلت كأس العالم وبعض الملاعب غير جاهزة ولم توافق إدارة الإطفاء المحلية على استدامة الملاعب لخطورة وضعيتها من قماش وخشب قابل لاحتراق وقام في مباراة بكأس العالم وفي عشرات ولوفت متفرجين كيف تبعت رجود الفعل من قبل الفيفا على سرعة الإنجاز يعني شوف الفيفا أو العالم كله استشعر أن هناك فعلا استغرار اقتصادي قوة اقتصادية لدولة قطر احترافية في العمل مصداقية في المواعيد هذه كلها يعني تؤكد أن قطر لما وعدت بتنظيم بطولة مثالية بطولة غير مسبوقة كل هذه مؤشرات أن قطر قادر على فعل ذلك من خلال سرعة الإنجاز وأعتقد أن هذه يعني جاءت عبر رؤية موجودة استراتيجية موجودة رؤية بعيدة المدى للقائمين على مشارع عكاس العالم الحديث طويل في هذا الموضوع ومعلوماتكم كبيرة ضيوفنا الكرام السيد أيمن جادة الأعلامي الرياضي نشكر لك تلبية دعوة تلفزيون قطر شكرا جزيلا لك سيد علي حسين رئيس القسم الرياضي في جريدة العرب كل الشكر على هذه المعلومات وأيضا السيد محمد أفزاز المتخصص في الشؤون الاقتصادية الرياضية شكرا جزيلا لك على معلوماتك مشاهدة الكرام مستمروا معكم نذهب إلى حصاد الاقتصاد ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة